السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص نموذة الصوات أو تحليل الصوات الصوات هي الكلمة التي تكون مرضعة الكلمات كلها تعني كلمة يعني S يعني نقاط القوة W هي نقاط الضعف O هي مواليس الفورة T هي التهديدات دوك أشنو كين احنا دائما في الحياة دينا كين عوامل داخلية وعوامل خارجية يعني العوامل داخلية قدرون تحكموا فيهم شيء اللي تين ترق منا قدرون تحكموا فيه ولكن عوامل خارجية نعطيك باركزومبل ابن ديك تقرأت غير الشيء عاجب منظومة تعليمية متن تحكموا في عوامل خارجية الأستاذ متن تحكموا فيه شعامل خارجي يعني وكل ما يتعلق الفورة وكل ما يتعلق نقاط القوة تعتبر هذيك إيجابية وكل ما يتعلق نقاط الضعف والتهديد تتكون عوامل اللي هي سلبية دونك هنا أنا باش نشرح احنا بوستن نخدمه دابا قونيبو دي الكوتشين دي التفوق باش نشرح العملية كيف هاش تتخدم هالتحليل دي الصوت اللي فيها نقاط القوة نقاط الضعف الفرص والتهديدات هذي واحدة الأداة اللي هي رافياب القوية اللي بتنخدمه احنا حتى في الكوتشين ككورسكولير كمدرب باش ندير تقييم دي الوضع الحالي ديالي وكيفاش نحسن نطور المهارات ديالي والخدمات ديالي ككوتش مدرسة أو كمدرب دونك احنا باش نتبقو هاد هاد نموذة الصوت نقاط القوة يعني أول حاجة تنشو باريكزومبل لا سولت أنا الأستاذ الكريمة هاش نعمل مهارات ديالك الخاصة نقاط القوة اللي عندك علاش موكي تقولي أنا عندي مهارة جيدة في التواصل أنا عندي مهارة جيدة في التفاهم أنا عندي مهارة جيدة في الحساب أنا عندي مهارة جيدة مع الطلبة والطالبات مثلا دونك هنا هادي عندي مثلا تنخدم كذا في هاد النموذة في التواصل تنخدم كذا وكذا هادو أشياء اللي تتسمى مهارة خاصة به نعطيك باريكزومبل تقدري تقولي يا أنا معولدي ما عنديش مشكيل تنفهمه تبني مع علاقة قوية تكون صدق بينتنا يعني وتكون إنفتاح وتكون واحد تفاعل إيجابي يعني اللي تكون نخدم معنا ودك شخصي كنت مع الأكستيريون تقدري تقولي يا أنا عندي خبرة مثلا بحضر بالمجال ديك مثلا تقولي عندي خبرة طويلة في المجال دي الحسابات يعني في الكونتابيليتي هادو أحنا وشكينا خبرة في التعليم وفلكوتشين الدراسي باقي انتي رابوزيتون تخنت تكونيها هادو انتي تعطيب النقاط الضعف هادو أشياء اللي كين نجيو النقاط الضعف النقاط الضعف تتقول دابا انتي يا واحد نقطة عجبتني قلت هنا بيت نخدم مع ولدي دونك انتي لها شنو دابا تتطوري المهارة جديدة حيث علاش حيث عندك تحدية شخصية يعني عندك ضعف في التواصل كل ما يتعلق باش كيفاش داك الودي يدرس ويوصل الهدف ديالو هادو النقطة المهمة عندك قلة المهارات في الجانب كل ما يتعلق في الكوتشين الدراسي هادو هادو هما الأشياء اللي تيكون حيث قلت هنا تنقص مع ولدي ما تنعرش كيفاش نخدم معه دونك هادو كفرصة مهما هادو 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 أشياء اللي هي مهمة جدا جدا كيفاش أنا أخدم نجو الفرص الفرص دونك تتقولي كينا فرصة إلا خدمت أنا مع ولدي تفوق فكينا فرصة نخدم مع ولدي الناس وندين هكام هنا علاش حيث كينا اهتمام يعني بتزيد بالنسبة للكوتشين الدراسي في المجتمع ككل بين وسط الأوصار كامل دونك هنا عشنو كيد انتي ما ما خدمتي معاودك وتعطت نتيجة تباني في الانطورة جيلة تباني عند في الأقسام دياله عند الأسديده وتباني حتى الناس اللي تتعرفين دونك هنا تتولي بحل أنتي تترفعي الواعي مجموعة دي الأشخاص وتتفتحي لهم فرصة باش يجيوا يجيوا عندك يجيوا عندك يعني مش موعة دي الأشياء اللي هي دي لجلسة الكوتشين هذي نقطة من النقاط تهديدات تهديدات دونك تنعرفو بإنه نفترض بإنه إن شاء الله سالينا قطيش هذا ديال عشنا وما تهديدات لكينين باش دوك تهديدات الشي حجر يعني عشنا هي حيث كينة منافسة منافسة قوية باللي كوتش منافسة قوية بالمراكز دونك فين تكون تمييز هو من تطرح الإشكالية ديك تكون دكش متمييز هذو أشياء اللي تي عاوتاني تنقولو تهديدت مني تغيير شي حجر في القوانين ديالشركة ديال مراكز هذو أشياء اللي خصناع حنا نخدموها دونك أنا باش نتبق هذو نموذة الصوات علينا بعدها كاكوتش أول حاجة خصني أنا نطور واحد الخطة شخصية حسب تحليل الصوات تندير علاش هذو الخطة شخصية فيها تحسين نقاط القوة تنشتغل باش نتجاوز نقاط الضاف تنحاول نستغل الفرص تنحاول نحط واحد استراتيجية باش نتعامل مع التهديدة نتعامل مع الأزامات دونك هكوة تتخدم الأسية وتنحط طابلو مثلا وتنحط تنحط في الفوق في العنوان اش نو بغيت ندير وتنشوف حين تي أدرى بنقاط القوة ديك وأدرى بنقاط الدعم وأدرى بالفرص لكينين وأدرى كذلك بالتهديدة لكينين نتمنى شرحت لك استاذ الكريمة ان شاء الله كيش سؤال مرحبا